أول وقوف على الحياة قطر وتركيا دعمتها القائمة العراقية فعلا؟ كان فيه دعم في البداية شوف كلنا كان فيه دعم بما فيهم سوريا وأنا ذكرت لك أننا قلنا ما نريد ندعم القائمة لأن أنا حاضر للاجتماع أحنا كان الهدف أنه ما يكون لدينا موقف من قائمة ندعمها لأنه فيه حساسية أيضا في هذا الموقف وفيه تدخل ولكن كان هناك عندنا وجهة نظر بالنسبة لنوري المالكي في ذاك الوقت ولذلك كان التركيز أننا نريد فهو التحصد ما كان على القائمة بقدر ما كان على نوري المالكي تحقيقا بالضبط ولكن القائمة العراقية بإياد علاوي كان فيها مر الخليج وكان بس لكن هم كانوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شد كانوا مختلفين فيما بينهم فحتى القائمة العراقية كانت وصلت للانتخابات وبعد الانتخابات تفككت بس كان عياد علاوي هو اللي نقول المدعوم خليجيا بعدين جابوهم واحد واحد اللي في القائمة منه جابهم جابهم الأطراف الأخرى واستمت يعني فيه مساومات فيه مساومات وفيه دفع تم وفيه ناس أنا عارف ناس كانوا عندنا يحلفون وكذا وبعدين راحوا يصفوا الجانب الثاني دفع منه كان يتفعل؟ والسلطة سلمت من قبل مالكي فالسوريا وإيران كانوا يدفعون؟ لا مش يدفعون دفعت العراق للأسف ما في حد خسر للعراق ما حد دفع شيء لكن كانت هناك وعود لهؤلاء الأشخاص انت لك كذا انت لك المشروع الفلاني فالقائمة تفككت هذا هو ذكاء سوري ان حاولت تفكك قائمة منافسة؟ مش سوريا بس لا لا مش سوريا كل سوريا إيران لها مصلحة في هذا المالكي اشتغل صح يعني هذا الطرف هو اللي كان المالكي اشتغل صح في هذا الموضوع الأمريكان شنو كانوا الأمريكان؟ دعموا هذا الموقف وبدوا يجيبون الناس اللي في القائمة واحد واحد يقولون لهم صفوا هنا يعني الأمريكان ما كانوا يبون أياد علاوي ذلك الوقت؟ ما كانوا يبون؟ كانوا يبون نور المالك؟ اينا طبعا